طيب احنا شرحنا سابقا ثلاث مجموعات دوائية بداية بظل أذكركم انه احنا صنفناهم لعشر مجموعات يعني شابتر المضادات الحيوية الانتيبيوتكس شو حكينا عنهم حكينا عنهم انهم عشر مجموعات رئيسيات وقسمناهم بالمحاضرة اليوم مشينا وخلصنا اول مجموعة السلفونامايد المجموعة الثانية اللي هي البناسلينز المجموعة الثالثة اللي هنه السيفالوسبورينز اليوم رح نكمل اللي هو الكلورام فينيكول من هون رح نكمل من هون الكلورام فينيكول that became available بالتسعة واربعين سنت التسعة واربعين والسورس كان ناتشورل طبيعي من الاستريبتومايسيز منزولا هاي الاستركشور تاعه لاحظوا انه فيه كلور كلور تنتين كلور فعشان هيك هو لما نيجي نحكي الاسم كلورام فينيكول طيب اكشن is bacteriostatic احنا سابقا اللي حكينا عنهم كانوا كلياتهم سايدل هون بلشنا نحكي انه static antimicrobial that affects وهون برضو بلشنا نحكي انه رح يأثر على البروتين synthesis اللي قبلهم اللي هم السيفالوسبورينز والبناسلينز كان سيل والسينثيز والسلفونامايدز كانت من حرف الان nucleic acid synthesis اذا هلأ بدينا او اخدنا مكان جديد as a target جوه البكتيريا يشتغل عليه المضابد الحيوي هو البروتين عملية بناء البروتين هدول الكلورام فينيكول بعتبره broad spectrum antibiotic يعني واسع الطيف كلورام فينيكول is effective against dual variety of gram positive and gram negative including most anaerobic organisms برضو هو فعال against السلمونيلا typhi and el paratyphi كل اياتهم مفروض تعرفوهم من المايكرو due to resistance and toxicity concerns and the availability of other effective drugs كلورام فينيكول وبحط عندها مهم جدا is no longer used for any systemic infections and develop nations يعني في البلدان المتطورة بطلوا يستخدموا الكلورام فينيكول كمضاط حيوي اعطاء سيستمك يعني نهائيا ليش بسبب انه هو عنده resistance عالية صارت زائد toxicity تاعته مش يعني مش آمن ووجود أدوية فعالة أكتر availability of other effective drugs كل هدول الثلاث أسباب خلاهم ما يستخدموا الكلورام فينيكول واكتب عندها مهم كلورام فينيكول is mostly restricted miss يستخدم فقط لالtopical uses for topical uses لما نحكي كلورام فينيكول بتقول لي بس topically because of the worries about the risk of aplastic anemia لأنه إذا نعطى systemically يعني لو نشرب مثلا شو ماله رح يعمل aplastic anemia نوع من أنواع فقر الدم قلت لكم إنه في الدول المتطورة بطلوا يستخدموه كمضاط حيوي ليش لأنه عنده مقاومة كتير السمية تاعته عالية وفي أدوية تانية أحسن منه واستخدامه صار فقط محصور على topical use استخدام موضعي ليه؟ لأنه بيعمل aplastic anemia لو استخدمناها systemically although it's sometimes used topically for eye infection because easily penetration to ocular tissue بالذات بيستخدم في التهابات العين ليه؟ لأنه بيعبر الأنسجة تاعت العين بسهولة resistance كيف الresistant لإلها بيسير؟ بكتيريا produce enzyme that destroy chlorophyll قلت لكم البكتيريا بدأت دافع عن حالها بتخلق أنزيم بيحطم المضاد الحيوي هون ما حكلنا اسم الأنزيم ولا حكلنا إشي بس قلنا عن طريق أنزيم بتحطم المضاد الحيوي الكاينة تكتعت الدواء rapidly and completely absorbed rapidly distributed including CNS cross placenta and excreted through milk so should therefore be avoided during breast feeding يعني ما بينعطال المرأة المرضعة لأنه ممكن يطلع عن طريق أو الحامل طبعا عن طريق الحليب وهي ممكن يعبر المشيمة فبتالي ممكن يأثر على الجنين نيجي للأدفرس إفكت the most serious side effect associated with the chloram phinicol treatment is bone marrow toxicity and aplastic anemia يعني بيأثر على نخاع العضم ها وبيعمل فقر دم من نوع الابلاستيك this effect is rare قليلا يعني ما يحدث هذا الأمر لكن it's generally fatal لكن إذا حدث بيكون قاتل هون فيه معلومة مهمة كمان مثل دائما تيجي بالشامل وحكيت لكم يعني بأول محاضرة وجاهية قلت لكم المضاد الحيوي اللي اسمه chloram phinicol لو نعطى إني newborn infants لحد يثو الولادة chloram phinicol use has been associated with the so-called grey baby syndrome grey baby syndrome بضللها وبكتب عندها مهم جدا 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 this phenomenon occurs in newborn infants because they do not yet have fully functional liver enzymes so chloram phinicol remains unmetabolized in the body this causes several adverse effects including hypotension and cyanosis circulatory collapse and shock الآن بالعربي لو بدنا نيجي نترجمها اللي هو baby syndrome grey baby syndrome اللي هو بصير لونه رمادي بزرق شو السبب بقول لك حديثه الولادة بتكون أنزيمات الكبد لسه مش مكتملة عندهم فإذا عطيناهم chloram phinicol ما رح يتأيض بجسمهم رح يتراكم لما يتراكم هذا المضاد الحيوي رح ينخفض ضغط الطفل ورح يصيره ازرقاء وانهيار في الدورة الدموية وشق ممكن لا سمح الله يروح فيها الطفل GI disturbance after oral طبعا زيه زي أي مضاد حيوي إذا نعطى عن طريق الفم ممكن يعمل هيك انزعاج في القناة الهطمية أو nausea vomiting diarrhea super infections برضو حكينا أغلب المضادات الحيوية بتعمل super infections إذن مرة ثانية هيك خلصنا البند بتاع lechloran phinicol antibiotic حكينا هو طبيعي static يشتغل على protein synthesis broad spectrum بطلوا يستخدموه إلا لتوبكال use لالتهابات العين لأنه بيصير له يعني penetration كويس وما منعطيه للمرأة الحامل ولا المرضع الأدفرس افكتز تاعاته bone marrow parotoxicity وإبلاستيك أنيميا والجري بيبي سندروم أهم شيء بالنيو بورنز ما منعطيهم إياها لأنه أنزيمات الكبد عندهم مش شغالة هيك باختصار خلصنا الكلورم في نيكل في أي سؤال ترجمة نانسي قنقر